السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعيكم مسأسماء على قناة Science with مسأسماء حبايبي student of second prep school أهلا بيكم النهاردة يا حبايبي زي ما عدتكم في الفيديو اللي فات هنعمل revision على lesson 2 graduation of the properties of elements in the modern periodic table الـ revision دي هبقى فيها أسئلة كتير فهاريت نتابع الفيديو للآخر ومن ينساش نعمل subscribe ونفعل زر الجرد عشان يوصل لنا كل جديد نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حبايبي أول سؤال هيقابلنا النهاردة في الـ revision بتاعتنا هي complete the following statement أكمل الجمل الآتية number one the atomic size is determined by knowing the الـ atomic size بعرفه بمعرفة الـ atomic radius by knowing the atomic radius and its unit is ووحلة الـ atomic radius كانت a picometer number two by increasing the atomic number the value of the atomic size not in the same period of the periodic table بيحصل لي الحجم الزري مع زيادة العدد الزري في نفس الدورة بيحصل لي بيئل لأن أنا عارف الـ atomic size decreases in the same period by increasing the atomic number the value of the atomic sizes decreases in the same period of the periodic table number three the atomic size of the atomic atom is not than that of nitrogen atom أنا عارف أن الليسيوم 3 والـ nitrogen 7 اللي اتنين in the same period يبقى by increasing the atomic number the atomic size decreases يبقى الليسيوم مدام هو الصغير في الـ atomic number يبقى هو أكبر من الـ nitrogen يبقى the atomic size of lithium atom is larger than that of nitrogen atom نقط 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 بيحصل إلى чтобы The Electronegativity is نقط إيه هي تعريف الelectron negativity يا حبايبي It's the ability of the atom in the covalent molecule to attract the electrons of the chemical bond toward itself لابا هي قابلية الظرة في جزء التساهمي على جذب الإلكترونات الربضة نحياتها It's the ability of the atom in the covalent molecule to attract electrons of the chemical bond toward itself No.5 No.5 القطبية بتاعت المياه اكتر ولا اقل من الامونيا اكتر نكمل الجملة عشان الاختلاف في 4 مائن كينات أنا أسمت العناصر الأربع عنوى كانوا المتال والنون متال والميتالي ونوبل جاس نمبر 7 في الكميكال الاتوم في الكميكال الاتوم تحاول تعمل تكتسب إلكترون و تتغير إلى نغاتيب نمبر 8 أكبر الأطوام ماذا؟ السزيون CS55 ناخد نمبر 9 يقول ropolدي هو باسك اوكسايد و certain Kivol That's not metal Yet متال أوكسيد متال أوكسيد متى أكسيد نأخذ 10 الـ في وجود الهيت ماغنيزيوم ماغنيزيوم أكسجن حيث يصل هو ماغنيزيوم أكسجن ماغنيزيوم أكسجن ١١ ماغنيزيوم أكسجن مجنيزيوم بلس 2HCl هيدونا ايه مجي سي ال لتو بلس ايه يتصاعد غاز الهايدروجين بلس هيدروجين جاز يبقى ال H2 يبقى تكملة الاكويشن دي مجي بلس 2HCl هتبقى مجي سي ال لتو بلس H2 يتصاعد لفوق نمبر 12 بيقولي نقاط بلس نقاط يدونا ال مجي او اتش بكل اتنين اللي هو مجنيزيوم هيدروكسايد يبقى ال مجي او لما فعلها ودوبه جوه الووتر هيديني مجي او اتش الكل اتنين مجي او بلس H2O يديني مجي او اتش الكل اتنين نمبر 13 كاربون بلس اكسوجين في وجود الهيد بيحصل ايه يديني كاربون دايكسايد نمبر 14 نقاط بلس نقاط يديني ال H2CO3 الهول كاربونيك أسل اللي هي ايه يحبابي CO2 لما دوبوا في المية يبقى CO2 بلس H2O يديني ال H2CO3 ال H2ACO3 طيب بعد كده بقى هناخد سؤال مهم جدا وجديد ولازم نركز فيه عشان نعرف نحله بيقول لي رتب العناصر الآتين اول عنصر اول مجموعة عناصر يعطيني سوديم 11 بوتاسيوم 19 ألومينيوم 13 و مجموعة 12 رتبهم ترتيب تصاعدي على حسب الاتوميك سايز الترتيب السعودي يعني مستغير لكبير اوكي وانا اعرف كده انه هنانا في بريود وانا اعرف انه نعرف وانا اميشي في بعض الاتوميك سايز فهيبقى اقلهم من الالمينيوم الماجنزيم بالنسبة بعد البوتاسيوم في جروب واحدة مع السوديم انا اعرف ان البوتاسيوم في جروب تانية او بريود تانية هيبقى هو أكبرهم في الـ Atomic Size يبقى الـ Ascending Order هيبقى Aluminium 13 Is smaller than that Magnesium 12 Smaller than that Sodium 11 Smaller than that Potassium 19 يبقى ده الـ Ascending Order According to the Atomic Size هناخد بعد كده مسألة كمان بيقول لي إيه بقى برضو عندك Potassium 19 Lithium 3 Cesium 55 Sodium 11 عايزوا Descending Order To the Metallic Property Descending Order يعني بالكبير للصغير مين أكتر واحد عنده Metallic Property هو السيزيوم عشان موجود آخر A الـ Group موجود تحت أسفل Group 1A يبقى Alcesium is larger than Potassium Larger than Sodium Larger than Lithium وبكده يبقى حلينا السؤال ده بمنتهى السهولة ناخد بقى سؤال تاني يا حبيبي وهو سؤال Give Reason Give Reason 4 يلا نسأل بعضنا أسئلة ونحاول يشوف أسبابها A Number 1 The atomic size decreases in the same period by increasing the atomic number ليه الـ Atomic Size بيقل في نفس الدورة ومع زيادة العادة الزري عشان إيه يا حبيبي عشان الـ Attraction force ما بين الـ Positive Nucleus والـ Outermost Electrons بتزيد فعشان كده الـ Atomic Size 8 بيئل يبقى هقول هالو because by increasing the atomic number in the same period the attraction force between the positive nucleus and the outermost electrons increases نشوف نمبر 2 Number 2 بيقول لي لأثناء التفاعل الكيميائي الـ Sodium Atom بتحاول تبقى بوسطف آيون عشان الـ Sodium Atom دي عبارة عن ايه Metal Element والـ Metal Element بيعمل ايه بيحب ان يفقد الالكترون ويتحول لبوسطف آيون عشان يشبه أقرب غاز خامل بيسبقه في الجدول الدوري الحديث فيبقى هنقول هالو زيه وهي كده لو عملت له Electronic Configuration هلا ايه Sodium 11 المفروض Electronic Configuration لـ 281 هيفقد الالكترون هيدين الـ Sodium plus 1 اللي هو البوسطف آيون اللي هو 2-8 like Neon 10-2-8 دي كانت اجابة give reason ده ناخد number 3 number 3 بيقول لي The metallic property for element in group 1 A increases by increasing the atomic number لين metallic property بتزيد في group 1 A بزيادة atomic number عشان ايه حبيبي عشان atomic size بيزيد فقدرة الزرة على فقد الالكترونات بتزيد فعشان كده الـ Metallic property بتزيد يبقى هقول by increasing the atomic number the atomic size increases so the ability to lose the outermost electrons increase يبقى هقول هالو تاني due to by increasing the atomic number the atomic size increases so the ability to lose the outermost electrons increases ناخد number 4 يقول لي all bases aren't considered as alkylis all bases aren't considered as alkylis ليه مش كل القواعد بعتبرها قلويات لان يا حبابي بكل بساطة ايه هو القلوي هو القاعدة اللي بتدف الماء ومش كل القواعد بتدف الماء يبقى ليه because alkylis are bases dissolve in water but not all bases dissolve in water ومش كل الباس dissolve in water فعشان كده ما بعتبرش كل الباس alkylis ناخد number 5 potassium react instantly with water while cover doesn't react with water ان البوتاسيوم موجود فين at the top of the chemical activity series انما الكبر موجود فين تحت صح وحنا عارفين ان chemical activity بتقل من فوق اللي تحت في chemical activity series فعلا ان البوتاسيوم is very active metal لانما cover a in active metal because potassium is very active metal while cover is in active metal as potassium is at the top of chemical activity series عشان البوتاسيوم موجود في A فوق في اول A chemical activity series because potassium is very active metals while cover is in active metal as potassium is add the top of the chemical activity series ناخد number six carbon dioxide in water turns the violet solution into red لماذا محلول carbon dioxide في carbon carbon acid is carbon acid into red because carbon dioxide is an acidic oxide which dissolve in water forming carbon acid which turns the light solution into red which turns the light solution into red and I can write the equation I write CO2 plus H2 O H2 CO3 number seven solution of magnesium oxide in water turns violet light solution into blue why magnesium oxide in the violet solution to blue because magnesium oxide is basic oxide when it is magnesium hydro oxide magnesium hydro oxide is the light solution into blue because magnesium oxide is basic oxide which dissolve in water forming magnesium hydro oxide alkaline solution MgO plus H2O MgOH 2 MgOH here's the give reason the reason we have to write the scientific term we have to write the scientific term the scientific term number one arrangement of metals in descending order according to the degree of their chemical activity this is called A and what is it? I will show you the chemical activity series number two kind of metals oxide react with acids as a basic oxide and with bases as acidic oxide من البيتفاعل مع الاسد كبيز مع البيز كأسد الأمفوتاريك براو عليكم أمفوتاريك oxides number three نشوفها بيقولي element which have the propriety of metals and non metals ايه العناصر الليها خصائز الفلزات واللا فلزات الميتالايد براو عليكم number four an atom of metallic element which loses one electron or more during chemical reaction هي مين positive ion براو number five a solution used to differentiate between acids and bases المحلول اللي بستخدمه عشان نفرق بين acids والباس وان هكتير في الفيديو ده براو عليكم violet وثلاث موسيقى وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا الريفجن على الليسون ده يارب نكون استفدنا ولو فيه ألي أسئلة محتاجين أجواب عليها يكتبو هاي في comments واشوف كو على خير في الليسون الجديد من ننساش نعمل subscribe ونفعل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد مع السلامة